حبايبي طلاب جريت سيكس في كل مكان اهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض لسن 3 من ينت 2 طيب لسن النهاردة حبايبي بصفة عامة هيكلم على التعريف بتاع راشنال نمبر وعايزين نفهمه مع بعض هو معنى ايه طيب هو الديفنيشن بتاع راشنال نمبر حبايبي هو عبارة عن يعني ايه ايه اول بي يعني ايه 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 اول بي ده هيكون تابع بتاعنا بس بشرط ان بتاعنا يعني مثلا اي رقم او اي فراكشة مثلا مستر زيكت مثلا خلي بالك اولاك الديسمل ده نفسه يعتبر راشنال نمبر برضه لان اي ديسمل على فكرة بيبقى راشنال نمبر ده عبارة عن مثلا حاجة اسمها على فكرة هو مش اي ديسمل اوي هو في ديسمل حاجة اسمها بس ده مش عليك فتقريبا كل الديسمل اللي عليك اللي بتشوفها بتبقى تبع راشنال نمبر عندك طيب خلي بالك لو برضه عندك ولياكم ميكس نمبر يعني برضه ميكس نمبر احنا ممكن نبقى عندنا مثلا حاجة اسمها ممكن خلي بالك نعمل هنا باي ممكن نعمل هنا كده بلوس فالميكس النمبر ده ممكن يبقى عبارة عن فراكشن فممكن نعمل الموضوع ده على عييد فراكشن عادي خلص فبرضه الوضع ده ممكن نقول عليه راشنال نمبر لان طبعا ما ممكن نسبت ونعمل تبقى ده برضه حبيبي قلنا انه هو بيكون برضه يعتبر من ضمن الراشنال نمبر مثلا ده برضه بيبقى راشنال نمبر وهكذا عندك رقم اسمه الفور ده فور رقم لوحده عادي يعني عادي جدا بهذا الشكل ده طبعا رقم معين ينفع يتقال ان هو تبع وينفع ان هو يتقال ال تبع وينفع ان هو يتقال تبع برضه بس خلي بالك فيه اتفاق صغير جدا بيقولك انه اي رقم في العالم بيبقى يعني بتاعه بيبقى يعني دي معناه انه هذا المنظر اللي هو مفروض هو كمان هيبقى تبع عندنا برضه رقم وليكن مثلا وقفة لوحدها خالص بهذا الشكل طبعا دي كنا بنقول عليها حاجة اسمها فالرقم ده برضه يا هو كمان هيبقى تبع عادي جدا وبالتالي لان ده اصلا معناه اي رقم في العالم هو اصلا بيبقى فده برضه ينفع يتقال عليه ان هو خلي بالك اللي انا استفدتوا هنا حبيبي انه اصغر حاجة احنا درسناها كانت حاجة اسمها اللي احنا كنا رمزناها بالرمز اسمه اه كانت في حاجة اكبر منها على طول اللي هي اسمها كانت في حاجة اكبر من اللي هي كتسمها الزد اللي هي الانتجر في حاجة بقى يا شباب اكبر منهم كلهم اللي هو ده اللي هو بيحتوي كل حاجة احنا درسناها خلي بقى لك ده ممكن مسلا نرمز له برمز اسمه يبقى اول حاجة حبيبي احنا اخدنا في حاجة اكبر منها اسمها في حاجة اكبر منها اسمها الزد ثم في حاجة اكبر منهم كلهم اللي هي اسمها يعني بيحتوي اي حاجة انت درستها بلجد فدي نقطة مهمة جدا لازم نكون وقدين بدنا منها. خلي بالك انا لو جبت لك في الامتحان سوى ازاي ده كده? جبت لك انت مثلا عندك حاجة اسمها سيفن اوبر زيرو. لا ده ما يتقلش عليه انه هو هنقول عليه كده ده ما ينفعش نطلق عليه راشنالنبر خالص يا مستر. طيب هنا ما ديني اسئلة سهلة جدا حبابي بيقولي ان انا عايزك تكتب لي كل الاجابات او كل الحاجات اللي قدام ك دي. علي اتفورم اي اوبر بي. يعني عايزين نكتبها لعيد فراكشن بصفة طيب اول سؤال ده سهل جدا لانه ده يا مستر هو فعلا هيكون يا مستر مش ده ما يا حبيبي احنا متفقين ان اي رقم في العالم بيبقى نهاية ده اساسا كده وبالتالي المنظر ده يا مستر يبقى بي لونج ليه هو يبقى تابع طبعا حبابي بيجي لزيرو بوانت تيرتي وان دي احنا متعلمينها من زمان جدا ان هي عبارة عن انه مادام دي يبقى نقول له كده وطبعا فيه هنا نجة ده فوضح جدا ان ده برضه يا مستر هيكون تابع وبالتالي اتكتب برضو علىية فراكشن اللي هي الميكس النامبر طبعا يا حبيبي احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا بنعمل هنا باي وهنا بلاس يعني كنا بنسبت الدي نوميناتر بتاعنا الاول فايف ثم بنقوله فايف باي ثري بقى ففتين ثم ففتين بقى بلاس التو يبقى لإجابة بتاعت يا مستر هتدين سيفنتين يبقى ازا يا مستر ده كده خلي بالك ده اسمه فبرضو علىية اي اوفر بي بقى ده برضه يا مستر يعتبر من ضمن بتاعنا يا حبيبي احنا عندنا لها طريقتين يا اما ممكن تعمل او بهزا الشكل كده طب يشمعنا عشان في هنا وبعدها هنا كده فبنكتب الرقم ده كله على بعض وبيبقى او ممكن في طريقة تانية او بصفة عامة هو اصلا معناه فايف اوفر تن فدي ممكن تبقى عبارة عن وبعكاية تعمل من هنا باي وهنا بلس هيوصلنا برضو نفس الصورة وبالتالي يبقى ده عملناه علىية اي اوفر بي اللي هو برضو بيطلق عليه ان هو بيكون اه هنا حبيبي مديني اسئلة زهل اوي بقول لها مستر انا عايزك تحدد لي كل واحد من الارقام اللي موجودة قدامك دي عايزك تحدد لي هي تبع ولا 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 بص حبيبي طبعا اللي قدامنا ده واضح جدا ان هو مفروض عبارة عن سيفن ايت فايف مدين ده بيبقى فيبقى واضح جدا ان ده علىية فراكشن اي اوفر بي بيبقى واضح اوي مستر ان ده هيبقى تبع الجزء اللي بعد كده برضو حبيبي ده فراكشن عادي جدا فبرضو هيبقى من ضمن خلي بالك بقى في نقطة مهمة جدا هنا هو المفروض انه المفروض ده بصفة عامة يبقى تبع هو يبقى عبارة عن ينفع يتقال عليه لان طبعا ده ماشي وده الافضل ان هو يكتب ان هو من ضمن لكن خلي بالك هو ده اصلا اي رقم في زي ما احنا قلنا بيبقى يعني اللي هيجي برضو يقول لي انه هزا المنظر هقوله برضو صح طيب خلي بالك ان برضو هي معناها فبرضو انت ممكن تسيبها كده وتقول ان هي الافضل بالنسبة لك ان هي يتقال عليها وخصوصا ان هي تبقى بس لو جي واحد قال لي برضو هتبقى صح طيب هنا مستر الزيرو الزيرو ده على فكرة لو جيت انت قلت لي تمام لو جيت قلت لي تمام لو جيت قلت لي برضو تمام لان الزيرو ده معناها زيرو وبالتالي مستر هنا احنا ممكن نقول افضل شيء لي ان هو ممكن يبقى عبارة عن ان هو تبع طيب هنا دلوقتي مستر خلي بالك الكومة الميلة دي او الشرطة الميلة دي دي معناها ان مش دي سمع دي سمعها يبقى دي برضو مستر هتبقى طبع الانتجر طبعا عادية خالص يبقى لا افضل ليها ان هي ممكن تبقى طبع وبرضو على فكرة يعني دي بص يعتبر طبع كل حاجة يعني ممكن تقول لها طبع ماشي طبع ماشي طبع برضو ماشي طبعا رقم عالي جدا وبالتالي هزا الرقم هيبقى ممكن يبقى تبع الانتجر او تبع اي واحد من كلهم برضو خلي بالك دي ما ينفعش اصلا تبقى اي حاجة غير لاني زي ما انت قلت لك دلوقتي ان دي معناها اصلا بهذا الشكل انت لما تعمل هنا باي وهنا بلاس ديك عالية وبالتالي بقى ده واضح ان هو طبع طيب انا ما هيحكتين يا حبيبي بصفة عامة هو الرمزين بتوحهم يعني تقريبا لسه مش عليك دلوقتي ولكن انا هقولهم لك برضو احنا عندنا حاجة اسمها العلامة بتاعتها بتبقى زي نظام حرف السي وهنا في شرطة كده وعندنا هنا حاجة اسمها بتبقى زي نظام علامة الان بس عاملة بالشكل ده طيب العلامة دي او بصفة عامة كلمة يعني الحاجة دي بتبقى تابعنا بس الحاجة اللي انت بتتعامل معها دايما بتبقى رقم واحد او بتبقى حاجة واحدة انما لما اجا اقول او حاجة اسمها نوت ده بيبقى معناه حاجات كتير بقارنها بحاجات كتير بشوفهم هم تابعهم ولا لأ اعيد تاني اعيد تاني كلمة لما اجا استخدمها دلوقتي في المسائل انت بيديك رقم معين مساء قل لك الرقم ده هل هو يعني هل هو تبع مثلا او تبع او تبع مثلا فبتقول له هل هو تبعه ولا مش تبعه لو تبعه هتقول ها حاجة اسمها اللي العلامة دي برضو لسه مش هتدرسها دلوقتي لسه كمان شوية طب لو مش تبعه هتقول نفس العلامة دي بس هتشتب عليها كده اللي هي بس احنا دلوقتي احنا بنحل في المسائل هنكتب الكلمة دي على طول او كلمة بالانجلش اسمها او كي طيب كلمة دي بستخدمها امتى حبيبي اللي هي حاجة اسمها ليه العلامتين دول بستخدمهم ازاي بستخدم كلمة لو انت بتتعامل مع ارقام كتير او حاجات كتير بتشوف ايه علاقتها بارقمتك كتير تانية طيب تعالوا نفهم الموضوع بشكل متوسع هنا يا حبيبي انا دلوقتي اقول لك في الامتحان حط لك كلمتين دولي اما الكلمة دي او ايه الكلمة دي فهين انا بقول لك انت عندك معين اسمه انا بقول لك ايه علاقته هل هو تابع ولا لأ طبعا يا مستر ده وبالتالي واضح قوي ان هو هيبقى ده مستر مش هيبقى تابع الانتجر طبعا طيب الزيرو يقول لك هل هو تابع هل هو تابع ولا مش تابعه او طبعا طبعا والزيرو طبع وبالتالي يبقى هنا هنقول لك مستر كلمة بالانجلش بقى اسمها بيلونجس بيلونجس تو طيب في هنا رقم اسمه هل النيجيتف فور ده هل هو موجود عند الكاونتنج لا طبعا ده الكاونتنج دي اولها وان ما فيش فيها نيجيتف خالص يبقى انا هنا يا مستر هقول له ناط بيلونج تبنيجة مستر الزيرو الزيرو هل هو تابع راشونال اه طبعا لان الزيرو ده اصلا اوبر وان هنا الدينوميناتر رقم طبيعي عارف لو الدينوميناتر في هنا زيرو كنا نقول يعني مثلا على سبيل المسال افرد يعني زيرو اوبر وان ده عادي جدا انا اقول له عن مستر عادي خالص ان ده يبقى بيلونجس تو افرد مثلا مديك حاجة زيكت احكاس لك الموضوع اقال لك مثلا وان اوبر الزيرو اقول لك مثلا اي حاجة اوبر زيرو وقول لك الكلام ده اعلقته بالراشونال لا طبعا مش هيبقى تابع راشونال ومش هيبقى تابع اي حاجة في العالم لان اصلا عندنا في الماس لما يلقى الجينوميناتر بزيرو بحاجة اسمها حاجة دي غير معرفة او مش موجودة في الماس فبالتالي لو عكس للموضوع بهذا الشكل بحيس ان الجينوميناتر هو اللي بزيرو لان مثلا انا هقول له الكلام ده طيب في لعبة صغنانة جدا حبيبي لازم كلنا اعرفه ايه يا لعبة دي هو مش اي اشوفه على طول كده اقول ان هو مش تابع الانتجر لا ممكن يخدعني في الامتحان ازاي ممكن اقول له مستر طب افرد ان انت عندك وانا عايز اعرف الفراكشن ده عمتا هو تابع الانتجر مثلا وده لا فالطلبة بتستعجل بتشوف لي الفراكشن تقول لي لا الفراكشن ده بيبقى تابع الراشونال لا ما هو مش في كل مرة يعني يا مستر مش كل مرة يعني الفراكشن اللي ميدقول لك ده لو كان بحيث ان انت تعمل ده دفايد ده ويديك ناتج لبسعاتها الناتج ده لو كان تابع الانتجر يبقى كل ده برضو هيبقى تابع الانتجر بمعنى انت لما تيجي تقول ده اصلا هيبديك كم هيدينا مستر اجابة اسمها انا بسأل نفسي بقى هلالفايف تابع الانتجر اه طبعا خلاص يبقى بتكتب ان الموضوع بتاعنا هيبقى هنا بلونج ستو تفانى حيط دي اه مهمة جدا برضو تاني لو انت عندك مسلا وبقول لك ده مستر انا عايز اعرف ايه علاقته بالانتجر برضو يا مستر الموضوع سهل خالص برضو انا ما استعجلش لما هيبقى ده ده يعني مسلا مستحيل بقى ليه اجابة ما ينفعش اصلا نعمل لكن اه فعلا هيدينا اجابة يعني اللي هي الاجابة بتاعتك برضو هنا تدينا فايف فبلاش بقى مسلا كل مرة فايف يعني غير المرة دي ممكن تبقى تاني مسلا تاني بل اجابة هنا بتاعتك بتو ازا الاجابة هنا النهائية طلعت بهول نمبر هول نمبر اللي هي طبعا الانتجر عالي جدا وبالتالي بدا هنقولها عليه بيلونج ستو تفعنا يا حبايبي طيب يبقى الجزء اللي بعد كده بقى حبايبي برضو المرة دي بقى المرة دي يعني بيقول لك ان انا عايزك تكتب لي الكلمتين دول يا اما كلمة او يا اما كلمة طيب الكلمتين دول على فكرة بيستخدمه لما انت بتقارن حاجات كتيرة بحاجات كتيرة بمعنى انا بقول لك لازم بتمسك الجزء اللي من ناحية الشمال الاول وبتسأل نفسك هل هو بيعتبر جزء من الكاونتينج نامبرز لا طبعا ازا كان الانتجرز نامبر اكبر بكتير جدا من الكاونتينج لالانتجرز فيهم البازاتف وفيهم الناجتف فالمفروض الكاونتينج هي اللي تبقى سبست من الانتجر يعني لو السؤال ده حبيبي كان لك معكوس قال لك كتاب عليك في الاول قال لك اعلاقتها بالانتجر كنا انا هقول سبست انما لو عكس هنا بص انا دايما بقول كده حبيبي الجزء اللي من ناحية الشمال هل هو جزء من اللي في الناحية اللي من اليمين هنا دلوقتي هل الانتجر جزء من طبعا لا يبقى نقول لنا مستر نوت سبست وليه بستخدم سبست ونوت سبست لان ده حاجات كتير وده حاجات كتير بقارن حاجات كتير بحاجات كتير يبقى بقول سبست لكن بقارن رقم واحد بحاجات بحاجة معينة لازم نقول طيب هنا برضو يا مستر نفس الموضوع هنسأل نفسنا الحاجة اللي من ناحية الشمال دي هل هي جزء من اللي في اللي من ناحية اليمين يعني هل هيعتبر جزء من الانتجر او طبعا جزء من الانتجر يبقى نقول له اه يا مستر ايز دي هتكون سبست هنا مستر هل برضو بنسأل نفسنا الجزء اللي في الشمال ده هل هل هو يعتبر جزء من الراشونل اه طبعا وبالتالي يبقى هنا الكونتنج او فعلا يا مستر هتعتبر انه هي يعني بس حبيبي كلمة لازم برضو بشوف الكلمة اللي من ناحية الشمال واسأل نفسي هل هي تعتبر جزء من الكلمة اللي في الناحية اللي مين ولا لأ يعني هل يا مستر اللي هو اصلا اكبر حاجة على الاطلاق هل هو يعتبر جزء من الناتشرال لا طبعا تجي لكن زي ما انا قلت لك لو انا جيت عكست الموضوع ايبقى صح يعني لو جيت قلت لك في الاول ايه علاقتها كنت تقولي الاجابة لكن هنا انا جاء اقول لك اللي هي الحاجات الكتيرة حالية تعتبر جزء من الناتشرال لا طبعا يبادئ مستر نوت سابسد الجزء اللي بعد كده مستر تعالوا اشوف مع بعض بيتكلم عليه طبعا ده اسئلة متوسعة تاني على الشرح بتاعنا وبقولي اه طبعا ده مستر ميكسد نمبر ده حبيبي المفروض ان احنا بنعمل هنا باي وهنا بلوس عشان خليه على اية اي اوفر بي ما هو المكسد نمبر ده عشان اخليه على اية اوفر بي اللي هو على اية راش والنمبر اللي هو على اية فراكشن فطبعا احنا كنا بنسبت الدي نوميناتر وبنعمل تو باي فور ايكوال ايت بلاس وون ايكوال ناين يبقى مستر بقيت بالشكل بقى سهلة جدا طب يا مستر زيرو بوينت فور زيرو بوينت فور طبعا مستر الموضوع هنا كان سهلة خلص يعني زيرو بوينت فور دي معناه ان انا بمسك مدام دي وان دي بطلع بيها ومدام هنا دي وان دي بس يبقى اوفر تن يبقى دي مفروض فور اوفر تن على فكرة الفور اوفر تن دي هي برضو ممكن نعملها سيمبلست فورم يعني مدام اللي اتنين هنا في تيبل تو انا ممكن اعمل دي فور دي فور ديفايد تو ايكوالز تو وتين ديفايد تو ايكوالز يعني ممكن دي هي هي دي برضو عشو لو السؤال جاي لك طبعا دي لسه قيلنا من شوية حبيبي انه دي طبعا ان لو انا عايز اعملها علىية ما يبقى دي بس يبقى دي ممكن هتتكتب علىية هتبقى طيب دي برضو لسه قيلنا يا حبيبي ان ممكن نكتبها على طول كده بس دي مدام هنا من ناحية الميني يبقى دي اكنا او ممكن تكتب بشكل تاني ان احنا نعملها لاني اللي هي معناها ممكن نعمل هنا برضو وهنا بلس حيوصلنا برضو النفس اللي وصلنا له في النهاية هنا حبيبي برضو بيقول لك هنا ايه بيقول او كلمة دي يعني افضل حاجة ممكن يكتب عليها يعني طب احنا متفقين انه لما يبقى حاجة بهذا لشكل يبقى دي طبعا واضحة قوي ان هي تبع اوكي خلي بالك بقى ان الزيرو والنجيتف فور والفايف التلاتة اصلا اوكي بس الافضل ان يتقال الزيرو ان ده من ضمن دي تعتبر افضل حاجة لي والافضل ان يتقال اللي هو رقم اللي هو بدا بيبقى تبع ورقم اللي هو اسمه اي حاجة هتنتقل معك بقى سواء او او بس الافضل ممكن نقول مسلا ان هي اوكي طيب طبعا هو في الامتحان يا حبيبي هو زي نظامها يدي فاي اجابة هتكتبها زي ما انا قلت لك الموضوع هيبقى بشكل مبسط يعني فانت ما تحترش عشان لو الموضوع ده جاي لك مفيش حاجة ان هو اسمه ان هو يجيب لك اجابتين صحف دي مش هتحصل يعني ما تقلقش. يعني ما يفعش مسلا ان حاجة معينة تبقى تابع وتابع مسلا الانتجر ويروح كاتب لك الاختيارين في لأ طبعا مش هيجي لك كده وهيجي لك ويسيب لك حورية الاختيار طيب هنا برضو بيقول ان انا عايز اقول اه بيلونج ولا نوت بيلونج طبعا طبعا هو حتى بص ايه لك هو حتى لو كان جايب لتول وحدها يبقى دي اساسا اوفر وان فهو بيقول لك هل هي تبع اه طبعا تبعها يبقى هنا مستر انا هقول لن الموضوع هنا بيلونج طيب هل بقى الفراكشن ده اللي هو ثري وفور فور مش هيدينا اجابة اصلا يعني ثري وفور فور اساسا مش هيدينا اجابة هل هو تبع الانتجر طبعا لا يبقى مستر انا هقول لن الكلام ده دازنت بيلونج او نوت بيلونج طيب هنا برضو مستر عايزين نستخدم طبعا انا برضو بسأل نفسي الكلمة اللي من ناحية الشمال يا حبيبي هل هي تعتبر جزء من الكلمة اللي من ناحية المين يعني هل تعتبر جزء من الانتجر اه طبعا يبقى دي مستر نقول عليها طيب هل بقى دي لسه حالنا من شوية هل اللي هي الكبيرة خالص هل هي تعتبر جزء من الناتشرل لا طبعا يا مستر طيب ده بالنسبة حبيبي ليه الاسهلة دي طيب في بقى حبيبي اه حاجات تانية عندنا هنا اسمها ازاي تعمل ازاي تعمل ازاي تعمل ازاي تعمل خلي بالك انه انا شرحت معاك المرة اللي فاتت ازاي تعمل على هنا بقى مستر هناخد حاجة جميلة جدا وحاجة سهلة خالص حاجة اسمها ازاي تعمل طبعا حبيبي بصفة عامة زي ما كلنا عارفين انه يبقى فيه هنا في المدل زيرو ومن ناحية اللي مين بيبقى الارقام ومن ناحية الشمال بتبقى الارقام نحنا متفقين عليها بس هنا بقى يبقى طيب هنا عندنا انواع معينة حبيبي للاسئلة اول نوع اركز معي اركز معي كويس او يا حبيبي خلي بالك اهو انا بكتب لك هنا يا حبيبي ان اللي انا هشتغل عليه السؤال ده او السؤال اللي بعده او السؤال اللي بعده دي اسمها اللي هو النوع الاول يبقى انا عمتا عندي نوعين النوع الاول اللي هو بيكون فيه خلي بالك النيوميراتور لزان لزان اصغر من الدينوميناتور يعني يا مستر النيوميراتور لزان دينوميناتور اللي هو بيبقى الرقم اللي فوق اصغر من الرقم اللي تحت هنا برضه مستر ثري اوفور فورا عايز على النامبر لاين برضو انا من ضمن الحالة الاولى اللي هو الرقم اللي فوق اصغر من الرقم اللي تحت طيب الموضوع ده بيتعمل ازاي مستر في الامتحان بص يا حبيبي انا دلوقتي يا مستر احنا مع بعض هنا هنرسم النامبر لاين بتاعنا طيب فيه في النص هنا يا مستر هيبقى زيرو اوكي تمام خلي بالك لو ده كان 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 هيتمثل ناحية الشمال من الزيرو هنا ده بالبوزيتف هيبقى يتمثل ناحية اللي مين اللي هو البوزيتف الرقم من النبر الحالة الاولى حبيبي اللي هو مثلا اي فراكشن بحيث ان اللي فوق اصغر من اللي تحت ده حبيبي اتفاق بصفة عامة ان لازم هذا الفراكشن يبقى انكلودنج بتوين زيرو اند وان هقول تاني هقول تاني اي فراكشن في العالم بحيث ان انت شفته لقيت ان النيميراتور لزان دي نوميناتور يعني لو لقيت الرقم اللي فوق اصغر من الرقم اللي تحت ده لازم يبقى فراكشن انكلودنج ما بين زيرو وان لازم فانا بقول زيرو وبوسع شوية كده ناحية الوان يعني بوسع المسافة كده ناحية الوان عشان بيبقى فيه هنا فراكشنز كتيرة جدا على فكرة بالمناسبة بتوين الزيرو اند وان هز انفينت نامبر اوف فراكشنز ياه بجده مستر اه طبعا ده فيه هنا ما بين الزيرو والون فراكشنز كتيرة جدا 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 لدرجة انك ما تقدرش تعدها اهو لعنات ذاتي لو جيت قلت لك نامبر على سبيل المثال نامبر اوف راشونل نامبرز بتوين زيرو هتقول لها مستر هاز انفينت انفينت نامبر عدد لا نهائي ليه لان لو انتها حبيبي ممكن نتعمل فايف اوفر فايف تن اوفر تن وان ثوزند اوفر وان ثوزند وزيرو ده ممكن يتعمل مسلا زيرو اوفر وان ثاوزند هيبقى كتيرة جدا ما بينو فهنا دلوقتي احنا زي ما نقولت لك حبابي زمان انت من خواص الون الون ده ممكن يتعمل ممكن يقول كل ده بيدينا وان زيرو بيبقى زيرو اوبر برضو اي حاجة في العالم بتدينا زيرو. فهو بقى دلوقت يا حبيبي على حسب اللي موجود معنا هنا. يعني مسلاً يبقى هيتعمل 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 وهكذا. طب هنا يبقى زيرو كام? لو دينو هنا تو يبقى زيرو اوبر تو. طب لو دينو بسفن يبقى زيرو اوبر سيفن وهكذا. فهو كل الموضوع حبيبي ان زيرو اوبر تو بقى عضاها على طول هنا كده. هيبقى كام? هيبقى وان اوبر تو. ثم تو اوبر تو قدامة كان. بس. يبقى ده مكان الهاف. نروح عاملين سهم كده. بنوضح ان ده مكان الهاف بالزر. طب يا مستر معلش? ممكن حضرتك تفهمني الموضوع بشكل تين? او ناخد اجزامبل تين? خلي بقى لك ان انا كل ده بحل في الطريقة الاولى. لان انا قلت زي ما قلت لك انحنا عندنا طريقتين للحل. هنا مستر ثري اوفر فور. نفس الموضوع حبيبي قدي بتاعنا. وعيد يا مستر هنا زيرو. خلي بالك بقى. ده يا مستر بالبوزيتف. يبقى يمثل ناحية المين. عارف لو كان بالنجاتف كنا نشتغل هنا ناحية الشمال. يعني كنا مسلا نكتب هنا زيرو وهنا نجاتف وان ونبدأ نشتغل الشغل زي ده بالزبط. لكن هنا انا دلوقتي بتعامل مع ثري اوفر فور. يبقى ده بوزيتف يبقى تعامل من الزيرو المين للون. لو انا هوسعه شوية كده. وكنا بنقول يا حبيبي. قلنا يا مستر في حالة. ان اللي فوق اصغر من اللي تحت الون ده يا مستر هيتعامل على حسب الى هنا ده فور. يبقى الون ده فور اوفر والزيرو ده هيبقى زيرو اوفر فور. cot by吗? هنبدأ بقى نمشي واحدة واحدة. بس بص هو مفنو ان القطع دي تقسم لاربع قطع متساوية. يعني مسلا تحاول انت تعملها بحيس ان القطع دي تبقى زي القطع دي تبقى زي القطع دي تبقى زي القطع دي تبقى زي القطع دي التي تبقى زي القطع دي. дело لان هما هنا اربع قطع من الفور. فالمفروض ان هنا طبعا في هنا وان اوبر فور ثم في هنا تو اوبر فور ثم في هنا ثري اوبر فور طبعا رو عاملين سهم كده عند الثري اوبر فور يبقى ده ما كان بالزبط بتاع الثري اوبر فور كده احنا حللنا السؤال بمنتهى البساطة طيب تاني برضه حبايبي نفس الطريقة برضه يا مستر بالزبط لانه انت دلوقتي لما اجا قول على فكرة بقى بدل ما انا قعد اقسم ما بين الزيب خلي بالك ما هو تو اوبر ات يعني اللي فوق اصغر من اللي تحت يبقى انا كل ده لسه في الفرست طايل كل ده لسه انا في النوع الاول ومدام انا في الفرست طايل بيبقى طبعا لازم يمثل ما بين الزيرو والون يعني هنا اقعد مستر زيرو انا ابعد شوية مثلا هنا كده للون فبدل ما انا قعد اقسم ممكن دينو مينتور هنا ايت على فكرة ممكن لو جي واحد قال لي ايت اوفر ايت برضو صح ويقسم لي القطع دي لتمن حتت بس لو الفراكشن بتاعك ليه سيمبل استفور مشتغل عليه افضل يعني اللي هيعمل علي بالطرقة الاولى ان هو يقسم القطع دي لتمن قطع بعد كده اللي هو مسلا الون ده ايت اوفر ايت والزيرو ده زيرو اوفر ايت بعد كده وراء اعمل على سهم ويكمل لاخر برضو صح اللي هيجي يعمل سيمبل استفورم انه مدام الرقمين دول في تيبل تو فنا ممكن اعمل دي ديفايد تو دي ديفايد تو يبقى فهنا دلقتي حبيبي هنبص على اللي هو الفور. فالوان ده هيبقى والزيرو ده هيبقى زيرو اوفر فور. طبعا برضو هنقسمها لاربع قطع متساوية. بس هنا خلي بالك بعد زيرو اوفر فور على طول يبقى خلاص. يبقى ده بتاع يا مستر. لان هو هو هارجع واقول لك ان اللي هيجي يعملها لي بالطريقة دي برضو هتبقى صح. يعني هنا مسلا حبيبي هنا زيرو وبعدنا شوية مثلا هنا عند الان. هنقسمها بقى الثمن حيطة 30 خلاص 2036. 1,2,34567. here مسلا دي كده 88 حيطت اي. فالوان ده ممكن يتعامل حاجة اسمها 8 أوفر 8. والزيرو دي ممكن تبقى 0 أوفر 8. طبعا بعدها هنا requires 8 سم هنا توفر 8. ثم ثري أوفر 8. ثم فور 8. ثم 5 أوفر 8. ثم 5 أوفر le 8. بباك исследوني ايت. وهنا وطبعا هو كان عايز يبقى ده ما كانوا يبقى درب بتاع برضو ايبه صح. اللي اعملها ليه بالطرقة دي صح. والي اعملها ليه برضو بالطرقة دي برضو صح. حبيبي للنوع التاني اللي هو اسمه النوع التاني ده بحبيبي هو نوع سهل جدا. هو بيقول لك مسلا اه يعني حاجات من النوع اللي هو النوع البسيط. خلي بالك هو في فيه انواع اصعب من كده. بس دي لما ناخدها بريب وان ممكن تبقى ناخدها معاك في بريب وان. بس النوعية اللي هي البسيطة دي. اه مثلا كوارتر. اه الحاجات اللي من النوعية دي حبيبي بتبقى نوعية بسيطة خالص. يعني انت دي داتي مسلا انت معاك في النص هنا زيرو. اوكي? المفروض دي يعني انا المفروض فيه وان وبعد كده فيه هنا تو. وبعد كده فيه هنا في منتصف المسافة. دي يعني معناها منتصف المسافة ما بين الوان والتو. فالمفروض هنا يبقى خلاص دي مقسمة القطعتين بهذا الشكل ويجيب تقع في منتصف المسافة ما بين الوان والتو يبقى خلاص دي مستر وان بوينت فايف. بس كده السؤال بتاع خلص. ايا كان بقى الاسئلة اللي هي مسلا ممكن اقول لك تعالى انا اخد واحدة بالناجتف مسلا. انا برضو جيت قلت لك اهو يا مستر. نيجي مع بعضك هنا بيقول لي هنا او لحاجة اسمها مسلا نيجي تف تري بوينت فايف اون نامبر لاين فهينا دلوقتي برضو حبايبي بمنطقة البساطة انا معادي لوقتي يا مستر اهو. وطبعا فيه في المنصة هنا زيرو. طبعا انا عايز اوصل لايه? للنجي تف تري بوينت فايف. طبعا لازم اروح نعيد الشمال بقى. هنا مش كل مرة اروح بالبوزدف خلاص يبقى فينا نجي تف تو. فينا نجي تف تري خلي بالك نجي تف تري بوينت فايف. يعني ما بين الثري والفور. اهو. يبقى ثم هنا كده نجي تفور. طبعا في المنتصف المسافة ما بين النيجي تف تري والنيجي تفور اللي هي دي كده. يبقى ده ما كان يا مستر الثري بوينت فايف. يبقى كده اعملت للحاجة بتاعتي. طيب نفس الموضوع هنا برضو يا مستر ما يديني هنا نجي تف تو بوينت فايف برضو سهلة جدا يا مستر. ايه دي يا مستر زيرو? طبعا ون ممكن تكتبه وممكن لا. طبعا انا معينة نجي تف وان معينة نجي تف تو معينة نجي تف تري وابحقق اوي ان نجي تف تو بوينت فايف دي بيطقع في المنتصف المسافة بالضبط. ما بين النيجي تف تري. يبقى ده مستر نجي تف too point five. ده بتاع الحاجة بتاعتي. سعب بقى هنا حبيبي بيديني حاجة من نوعية الشكل ده. اللي هي 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 بيقول لها مستر هقول لك يعني ايه الكوارتر? ودي لسه اصلا ما عاملنا اصلا من شوية كيف تعمل ازاي? بص يا حبيبي هو انت دلوقتي في النص هنا في زيرو. اوكي? المفروض هنا من ناحية ادي نيجيتف ادي نيجيتف ادي نيجيتف اوكي? وبعد كده نيجيتف فورش. اوكي? لان هتبقى ما بين نيجيتف فورش. طيب انا كل الموضوع ان انا هقسم وخلي بالك دي كوارتر. يبقى انا هقسم المسافة ما بين نيجيتف ثري و نيجيتف فور لاربع اجزاء متساوية. فيبقى مثلا في هنا قطع اتنين تلاتة اربع اهو القطع دي زي القطع دي زي القطع دي زي القطع دي. بهذا الشكل. وبالتالي المكان ده بالزبط هيبقى نيجيتف ثري اند كوارتر. خلي بالك المكان اللي بعده ده نيجيتف ثري اند تو اوفر فور. وده نيجيتف ثري اند ثري اوفر فور. وده طبعا نيجيتف فور على طول. لان انا كل مرة بزود يبقى ده مستر بتاع الحاجة اللي هو مفروض كان عايزها مني. طبعا الموضوع بقى هنا بلونج ونط بلونج برضو نعيده تاني كده سريعا هو بيقولي اعلاقتها بالناتشرال طبعا هنقول انها هو طب بالنسبة للثري بوينت سيفنتين طبعا ده مية في المية اكيد مش تابع الانتجر ده تابع الراشنال يبقى ده برضو هنقوله طب بالنسبة للزير واعلاقته بالنشرال اه طبعا تابعه يبقى ده هنقوله عادي جدا طب بصوا بقى هنا حبيبي بيقولك ايه بيقولي ازا بتاع الفورتي فور هيبقى او كل الموضوع بقى ان زي ما درسته المرة اللي فاتت ان لو كان الحاجة بالبوزدف بيتتحول للنجيتف ولو كانت نجرب بتتحول للبوزدف نفسه بحاجة اسمها اعلقته بالنشرال طبعا تابعه يبقى هنا يا مستر لان ده حبيبي واي حاجة بتتحول يبقى الفراكشن ده طبعا ناتشل اكيد يعني لأ سوري انا بقولي سوري يا شباب انا بحسبها هراشنان يبقى طبعا بتاع الفورتي فور حاجة اسمها نجيتف فورتي فور فانا بقول لك نجيتف فورتي فور اعلقتها بالنشرال ناتشرال ده ما فيهاش نجيتف خالص ناتشرال دي يبقى ساعت يا مستر هنا نقول نوت بيلونج طبعا ده يا مستر فور اوفر السيفن واضحة جدا نوع فراكشن طبعا 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 راشنان يبقى يا مستر بيلونج طب خلي بالك ده اسمه ميكسد نامبر بقى اللي هو تو اند ثري اوفر سيفن طبعا الكونتنج ما فيهاش ميكسد نامبر ولا فراكشن ولا ديسمن يبقى واضح هوا مستر ان دي هتبقى نوت بيلونج طيب الجزء اللي بعد كده بقى حبيبي فيه هنا شوية اسئلة جميلة قوي بتقول لي ايه هنا برضو بيقول لي ان انا عايز اقول آآ خلاص بقى دي انا عاسبها لكم احنا حاليناها كتير قوي مع بعض يعني انت بتشوف الجزء من الناحية الشمال بيعتبر جزء من في الناحية اللي مين ولا لا طبعا الاسئلة دي برضو كلها هتبقى سهلة جدا يعني واسا بيقول لي حط لي علي ايه اوفر بي فطبعا الفور دي هتبقى فور اوفر ون الزيرو دي هتبقى هتبقى سيفنتي فايف اوفر الون هندرد ده طبعا يبقى هنا بايو هنا بلاس هنثبت الفور يبقى هنا فايف طبعا هنا بص بقى دي تتعمل كده وبعد كده تعمل سيفنتين اوفر الهندرد وبعد كده هتعمل هنا بايو هنا بلاس او ممكن تعملها كده ممكن تروح كاتب كل الرقم ده زي ما هو الو هتري وان سيفن بس ما ده بقى هنا هيبقى اوفر هندرد بس خلي بالك ان فيه هنا ناجتف طبعا دي نفس الموضوع عادي يا مستر الفيفتين اهو بس ده يبقى اوفر تين بس بخلي بالك ان فيه هنا ناجتف ثم الزيرو بوينت ففتين دي طبعا اوفر الون هندرد طيب خلي بالك هو هنا بيقولك ايه او هنا بيقولك انا عايز بتاع كل اللي قدامك طبعا يا حبيبي ان لما جيب لها هتبقى طب يا مستر الاداتف للناجتف هتبقى على طول بدون النيجتف طب الاداتف اوف زيرو هتبقى زيرو نفسها طب الاداتف اوف هاف بدل ما كانت هاف في البوزيطف لا هتبقى طب بتاع بتاع النيجتف تري اوفر تو هيبقى على طول طيب بتاع الاند وان اوفر تري او ممكن على فكرة دي تفكها تبقى نعمل هنا باي وهنا بلاس يبقى هنا ثري وثري بسكس بلاس وان يقل سيفن يبقى يعني دي صح ودي صح الاتنين صح يعني لو السؤال عندنا طبعا هسيب لك بقى ان انت هتحلهم لوعدك هيبقى نفس الموضوع برضو حبيبي بمنتهى البساطة كده حبيبي نكون خلصنا من يونت دو اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.